حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع ابن المنكدر اميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فلقننا فيما استطعتن واطقتن قلت الله ورسوله ارحم منا من انفسنا قلت يا رسول الله بيعنا قال اني لا اصافح النساء انما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة حثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن المنكدر عن اميمة بنت رقيقة التيمية قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من المسلمين لنبايعه فقلنا يا رسول الله جئنا لنبايعك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا نأتي ببهتاء نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا نعصيك في معروف قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن واطعتن قالت قلنا الله ورسوله ارحموا بنا من انفسنا بيعنا يا رسول الله قال اذهبنا فقد بايعتكنا انما قولي لمئتي امرأة كقولي لامرأة واحدة قالت ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة حسن اسحاق بن عيسى قال اخبرنا مالك عن محمد بن المنكدري عن اميمة بنتي رقيقة انها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتاء نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا نعصيك في معروف قال قال فيما استطعتن واطعتن قالت فقلنا الله ورسوله ارحموا بنا منا بانفسنا هلما نبايعك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء انما قولي لمئتي امرأة كقولي لامرأة واحدة حسن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد يعني ابن المنكدري عن اميمة بنتي رقيقة قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في نساء نبايعه فاخذ علينا ما في القرآن ان لا نشرك بالله شيئا الاية قال فيما استطعتن واطعتن قلنا الله ورسوله ارحموا بنا من انفسنا قلنا يا رسول الله هلا تصافحنا قال اني لا اصافح النساء انما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئتي امرأة حسن وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدري قال سمعت اميمة بنتي رقيقة تحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لست اصافح النساء انما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئتي امرأة ان 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 ترجمة نانسي قنقر